قال وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي أن الخطة البحثية للمركز القومي لبحوث المياه تهدف لدعم خطة وزارة الموارد المائية والري بما يصوم في تحقيق نقلة النوعية في أساليب إدارات الموارد المائية جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة أعمال وأنشطة المركز القومي لبحوث المياه واستعراض موقف الدراسات البحثية التي يقوم بها المركز